اعصار لبان الذي عصف بمحافظة المهرة امتدت اثاره كما يبدو لتطيح برئيس الحكومة حيث صدر قرار رئاسي باعفاء رئيس الحكومة احمد بن دغر واحالته الى التحقيق ووفق القرار فان الاقالة جاءت نتيجة للاهمال الذي رافق اداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية ولفشلها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة كارثة اعصار لبان بمحافظة المهرة القرار استهدف بن دغر دون اعضاء الحكومة وهو ما خلق مزيدا من التساؤلات لدى الشارع اليمني فالملفات العالقة والتي تشكل بمجملها فشلا ذريعا في رصيد حكومة بن دغر او سلفه امر لا يختلف عليه اثنان غير ان الاطاحة برئيس الوزراء دون بقية اعضاء حكومته ترك علامة استفهام كارثة كبيرة حول طبيعة الاقالة وما اذا كانت بسبب الاخفاق الحكومي ام ان هناك اسبابا اخرى خصوصا ان صدور القرار جاء قبيلا عقاد البرلمان المتوقع مشاكل الشرعية المتراكمة التي فشلت في التصدي لها بدأت من الفشل الاقتصادي وانهيار العملة والخدمات وعدم تأمين المناطق المحررة وملف الجرحة وغيرها من الملفات التي باتت العنوان الابرز لفشل الحكومة طوال سنوات الحرب الاربعة لكن كل ذلك لا يكاد يشكل دائرة الصخط الشعبي تجاه الشرعية برمتها فاستغلال الوظيفة العامة وسلسلة التعيينات العائلية التي قفزت على كل القوانين والنظم الادارية اليمنية بل وقفزت على الظروف القاهرة التي يمر بها البلد لتترك شعبا يصارع أجل ففيما اليمنيون يموتون جوعا كان المسؤولون في الشرعية يتسابقون لالتقاف آلاف الدولارات وتعيين أقاربهم في وظائف أثقلت كاهل الدولة وأنستهم مهامهم تجاه شعبهم السؤال الحاضر الآن هو هل إقالة رئيس الوزراء تكفي لدرء سخط الناس وتلافي كل هذه الإخفاقات المتراكمة سؤال يقود إلى التأويلات الأكثر حساسية وهي أن إقصاء بن دغر جاء نتيجة ضغوط دولية وصفقة سياسية تقضي بإخباد صوت الانتقالي الجنوبي وإزاحة خطر كان يشكله بن دغر على الرئيس هادي الصراع بين بن دغر وهادي على خلفية محاولات كلا الرجلين الاستئثار بتركة المخلوع في حزب المؤتمر اشتد أواره منذ بدء بن دغر بممارسة نشاط فاعل في لملمة المؤتمر دون إذن الرئيس هادي ومبشرا بعودة نجل المخلوع أحمد لكن ما هو أبعد من السياسة وأقرب لليمنيين هو إجماعهم على فشل وعجز الحكومة وأن الثقب الأسود في أداء الحكومة اليمنية لا يمكن سده بإقالة بن دغر دون أن يشمل التغيير كل من تلوث بالفساد والتعيينات من رجال الشرعية وحتى مظلة هادي فهل سيتمكن الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء الجديد من حلحلة كل هذه الملفات المثقلة والأهم من ذلك هل سيصمد في وجه التحالف ويرفض مشارعه التي تمس السيادة الوطنية كمحاولات للسيطرة على المهرة وسقطرة وإنشاء أمبوب النفط السعودي على الأراضي اليمنية ترجمة نانسي قنقر